تعال نكمل بقى موضوع الريزيديوشن ده. نفتكر يا سيدي كده من ايه. من يعددي لما كان عندنا راية انجل تريانجل. ده مسلا اسمه اكس. ده اسمه وي. وده اسمه ده هيبوتنس اتش. وكانت الانجل دي بتبقى اسمها سيتا. طيب كان عندنا كده حاجة اسمها ساين سيتا اكوال. الاوبوزت على الحاجة اللي هو الزاوية اللي هو قدام الانجل. اللي وصلتها الناحية التانية. على هيبوتنس. يبقى هو واي على اتش. وكان عندي كمان كوزاين سيتا ادجيسنت اللي اللي جنبي اللي تحت هي على طول ايه. على هيبوتنس. يبقى اكس على ايه? اكس على اتش. بالمرة تاني سيتا. وده ودناها في اول يبقى الشابتر خلاص. الاوبوزت على ادجيسنت اللي هو واي على اكس. عشان كالكوزاين الاكس. واي اكس على اكس اكس لو انت فاكر. لان اسلوب هو كان هو تاني السيتا. المهمة اللي من اللقتي السين مو كوزاين. طيب. هات معي كده بقى الواي في ناحية الوحدة. هتلاقي الواي ايكوال كام? اتش ساين سيتا. الواي اتش ساين سيتا. هاتلي الاكس. هاتليها اتش كوزاين. اتش كوزاين سيتا. وبعدين استفدنا ايه? بص يا سيدي. حضرك استفدت. ان لما يكون بقى عندك فيكتور. ايه مستر فيكتور دي. فيكتور دا سيدي سام بيعبر عن الديريكشن والمجنيتيود بتاع قيمة فيزيائية معينة. زي مسلا السرعة. زي المجنيتيك فيلد. زي الفورس. في الان دا كله انت واخده. طيب. لما يبقى عندي بقى فيكتور. نازل بقى انجل معينة. وانا احب اعمالي. افكه لمكوناته. احلله لمكوناته. الواي اكسز والايكس اكسز. باشتغل بالطريقة دي. لما يكون الانجل بنفس المكان كده اهي. ما بين الواي والاكس والاج. وانت عايز الوريزونتل او اسف. يعني الاج نازلة مية لكده انت عايز تعدالها. تعايز الواي كومبونت اللي هو برضه ممكن خد لا ترسمه ااااااا بدطريقة دي. عايز نتراك تاني كده ادي يا سيدي طيب. تعالى بقى نطبق الكلام ده على منهجنا. ممكن يبقى عندي الارية بتاعتي هي. وقادي المجنيد الكفيل بتاعي ينازل كده. اللي هو البي. وعامل الانجل هنا كده. بين البي والارية. بين البي والارية. طب ما انا قلت لك ان الشرط بتاعي عشان حسب الفاي. لازم لما ده اللي بقى الكويل لازم البي تبقى نازل كده. طب اعمل ايه? انا البي الميلة كده. انا عايز اوقفها كده. مظبوط. طيب احنا لما كنا عايزين الانت كنا بناخد اهو. يعني انا عشان اوقف البي كده. وخليها نازلة عدلة على الارية. هيخد. يبقى الفاي. فالموقف ده. بي ايه بس? بي ايه كده في الموقف. ماكسمم? بي ايه ده ماكسمم? على حاجة. ان كل البي نازلة. نازلة على الارية. لا. دي هي نازلة بزاوية. فلازم ارجعها. وقفة وميلة او وقفة وعمودية. يبقى هنا هيخد بي ايه? ساين سيد. او انت خدت ساين امتى? لما كانت الانجل. لما كانت الانجل. بتوين. الماجنيتك فيلد. والارية اللي هنسميها. كويل بلين. كويل بلين. طيب. ما تيجي كده نرسم مع بعض? طب عشان ما تطلبتش. رسمة تانية عاملو الوحدة. ده اسمها تانية الوحدة. ادي الارية. كان في حاجة دايما وقفة على الكويل. نورمل على الارية. كنا سنبليناها. كان يبقى هنا في كده. حاجة اسمها. الان اللي هي نورمل. يبقى ده الكويل. وده اللي هو عامل عزيم. قم برضو نفس الكلام. البي. جاي بزاوية. اهو. بس بدل ما يكتب لي الستا هنا. زي السيتا الاولى استرقم واحد. خلنا نكتبها وان سيتا وان. او يبقى دي سيتا وان. تمام? لأ. هالك بقى لأ. في الانتحان يعني او في السؤال اجابها لك هنا. اه ايه ده بقى? ايه ده? عشان بس برضو ما نربطكش. هشيل سيتا وان دي خالص ايه? عمدالك ازمة. يبقى ايه جاب لي السيتا بين ايه وايه? جاب لي السيتا ما بين البي والنورمل في كويل. في اللي فوق كانت البي والكويل. هنا البي ونورمل الكويل. عزيم. انا نفس الكلام انا نفس الفيزكس انا عايز البي تدعيدل. تبقى على الارية. يعني اعايز اخليها طيب. عزيم. اعمل لي دلوقتي كام? طبعا انت اكيد خاص لقيت على طول ان هي اكيدة او كوزاين. يعني لا في اللي هي كانت ساين. في اكيدة كوزاين. تمام? بس انا برضو بشو حالك بالتفصيل للممل عشان تكون فاهم كويس او احنا بنعمل ايه? انما في النهاية انت بعد كده تعرفها خلاص لما تجيلي كزا حعمل كزا لما تجيلي كزا حعمل كزا. بس انا بفهمك. طيب يبقى اللي عايز خلي بي ايه? نزل على ايه? على اري. طيب اللي انا رسمه ده. اللي هو اللي عامل كده ده. مش لو كملناه كده. ادي البي ايه? و ادي النورمال. و ادي السيتا. صح? طب ده كده بالنسبة لي ايه? مش ده كده لو انت بس طلعها من الجنب كده. مش ده كده صح? لو انت لفتها كده شوية. هتلاقي ان هي الشبه قوي. الراسمع اللي فوق. ادي الاتش. و ادي الاكس. في بينهم انجل. ادي الاتش اللي هي هنا البي. و ادي الاكس اللي هو النورمال. و ادي انجل ما بينهم. فانت عايز تخلي البي تقف كده. فالمرة دي هياخد ايه? كوزاين. طيب واحد يقول لي يا مستر انت ما لغبطني. هو انت مش لسه ايه. لان ما احب الكمبو ايه 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 بااخد ساين ما انت ما تحفظ يا حبيب تحفظ. هو عوجلك المثلث. يعني في الراسمع اللي فوق. اهي هنا. و انت عامل اللي هو ده. فانت فاهم ايه ده ايه? طب انا لما امسك المثلث هو نفس المثلث. وقليبه. يعني بص انا عايزك تمسك ده. وتعديله كده. تعديله. هتليه وهو. طيب يبقى بي ايه كوزاين? سيتا. يبقى انا اخدت كوزاين امتا? لما الانجل كانت ما بين. ها? او نفس الترتيب. البي والنورمال الكويل. نورمال الكويل. خلاص? عظيم. انا كده عرفت ازاي اعمل نرجع تاني ملزمتنا. انا بقى ارسم لك اهو المجنيتك فيلد النازل بزاوية. في زاوية صفرة وفي زاوية حمرة. الزاوية الصفرة اللي هي ما بين اللي انا بالله صفر يعني. اللي ما بين المجنيتك فيلد والاريا. اللي انا ملونها بالله احمر. ووضح قدامك اهي? ما بين النورمال اوف كويل والبي. عظيم. خلاص اتفقنا مع بعض. البي نازل ميلة. اعمل فيها ايه? انا عايز اعدالها. هي نازل ميلة كده? انا عايز اعدالها. عايز اجيب اجيب لو انا بتكلم على الزاوية السيتا اللي لونها ييلو. اللونها اصفر. انا عايز اوقفها كده. فباخد ساين السيتا دي. عشان دي السيتا اللي ما بين القايل والبي. فاخدنا ساين. طب الزاوية اللي لونها احمر. اللي هي ما بين النورمال والبي. عايز ان انا ارجع البي برضو كده. فهاخد المرة دي ايه? كوزاين. يبقى اخدت كوزاين ليه? اشكت ما بين النورمال الفكوة دي. يعني حاجة مش فازكس اقولها لك ممكن تخليك يعني ايه? اه. يعني طعراف تتخيل الموضوع او طعراف ان انت تضبق القصة دي حتى عندكو. يعني رضا في في يعني وكده. وبصة دي. احنا لما يكون عندنا كده ايه? يعني بالدلة دي كده. اتنين فيكتور. اتنين فيكتور. فيا انجل وانت عايز تقفلهم على بعض كده ناخد اللي ما بينهم. اوكي? وانت مسلا ايه عايز تجيب ده كده او عايز تجيب ده كده. يعني عايز واحد فيهم يقفل على التاني. عايز ده يقفل كده او عايز ده يقفل كده. تاخد اللي ما بينهم. تعال بقى وريك اهو. هنا كانت بين ايه ايه? كانت بين البي والنورمل. والانجل اللي بين البي والنورمل انا عايز اقفل البي على ان كده. صح? فاخد كوزاين اللي بينهم. او خدنا كوزاين فعلا. طب بص بقى قبلها. اه الانجل بين البي والاريا. فقدي الاريا وقدي البي. لو اخدت كوزاين اللي بينهم هيقفلوا على بعض فالبي تبقى برر اللي الاريا تبقى زيرو. ما ينفعناش الكلام ده. انا عايز احسب الفايل. فقدي الاريا وقدي البي نازل ميل كده. والانجل اللي بينهم لو اخدت لها كوزاين يقفلوا على بعض يديني زيرو. ما ينفعش انا عايزهم دايما ايه? فحاكس بقى واخد صين. عشان كده اخدنا صين. ايه مش طريقة طبعا مش مش شرح يعني مش فازكس او يعني مش 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 لغة علمية قصدي بس بحاول ان انا ايه? اوسط لك المعلومة يعني. خلص يبقى احنا عارفنا ان اه ممكن اشتغل بالصين وممكن اشتغل بالكوزاين. وبناء على ذلك هيكون عندنا جراف. يا اما جراف ساين يا اما جراف كوزاين. لو جي في السؤال بيقول لي الكويل بتاعك هيبدأ ده الكويل اهو ده الكامورة ربع. هيبدأ من اللي هو عامل كده. وده البي ده المجدينك فيلد. ده الكويل. حبدأ من اللي هو ده. طب كده الفاي بي كام? كده الفاي ماكس? اعلى ما يمكن. بيه في اريا. وهبدأ ان انا الف. ربع لفة. قلت كده ماكس. قلت بقيت زيرو. طيب نص لفة. يعني كنت هنا. ماكس. هلف نص لفة. ادي ربع. وادي ربع. يعني بقت ماكس بس في. يبقى لما ابدأ من النورمل انا بادئ من وضع الماكس. وعشان انا بادئ من وضع الماكس لما اجي ارسم الجراف بتاعي لازم هبدأ من نقطة ماكس. بعد كده ببقى كام? زيرو. بعد كده ماكس في وهكزا. عشان كده هو ايه? كوزاين كورف. بقى لما ايجي يقول لك ان الكويل هيبدأ من النورمل الفايل بتاعتي بتكون ماكسمام. ببدأ من الماكسمام. تمام? طب ولما الكويل ايه ده من الباراليل بوزيشن. الكويل ايه ده من البارالبوزيشن اللي نعمل كده. الفاي ايكوها البي في اريا. البي هو القلم ده. اللي هو ساعمة طب الاريا فين? طب ده خط. ده صيد واحد. نعيش شباك قاعد فيه. مفيش اريا. يبقى البي هنا بكام? موجودة. الاريا هنا بكام? بزيرو. يبقى الفاي بي في ايه? يعني بزيرو بزيرو. وعشان كده الجراف يبدأ من الزيرو. طب ولو بدأ من الزيرو ده يبقى اسمه ايه? يبقى اسمه ساين كورف. يبقى اسمه الساين كورف وده يسمه الكوزاين كورف. خلاص. يبقى لما الكويل يبدأ من النورمال بياخد كوزاين. يعني ما يبدأ من ال بياخد ايه? ساينه. طبعا نشوف كده اول سؤال. بيقول لي ايبا انت معاك الاريا. اه اه ده كده البي. مش مترجم لسه الفرق من وفلكس دانستي هتبص على اليانت. اللي يبقى التسلا اللي هي البي. طالب منك الفاي اللي في الايه? اللي في الامعادية في الاريا دي. امتى? لما الكويل يبقى اه لما الكويل كويل يبقى على الايه? المجنينة كيفية? ده هو وطع الماكس ولا زيرو? وطع الماكس. يعني بي في ايه? وتحسابها. طبع لما الكويل يبقى اللي هو عامل كده فين الاريا اللي حدي فيها? فين الشباك? فتكت دايما الكلمة دي كتبها حتى. كتبها عندك. لازم العدي في شباك. يعني شباك ما انت ما تنساها. شباك شباك. انت ما فين شباك? مربع. فهل ده مربع? هل لما انا المجنين في اللي بقى كده? هل ده مربع? هل ده مربع? لا مش مربع. ده صيد. لما لما اعمل كده. ده ايه? شباك. فيه اريا يعني. خلاص اصيب ازيرة عطوله انت مغمض من غير اي حسابات. بجيبها لك تاني بنفس الصيغة التانية اللي هي بقى ايه? هاتلي لما يبقى واحدة واحدة. ادي الكويل. ادي نورمال الكويل. ما عشان ههوط. مفوضي يقف نصر. بس ههوط في الجنب كده عشان عارف عمسك اللي ايه? الملزمة. يبقى ادي الكويل وادي نورمال للايه? وادي نورمال للايه? الكويل. عزيم. عايزوا ايه بقى? عايزوا عايز النورمال ده? يبقى على البي. عايز نورمال ده. يبقى على البي. هادي البي. معاهوة لا. ده ده القلمين. اللي هو النورمال والمجميك فيلد. النورمال على بعض او نورمال على بعض. طيب ما ده وضع الايه? ده وضع الزيرو. خلاص يعني زيرو. نعم. كذلك العكس بقى لما يكونوا يبقى الف كده. عشان يبقى القلم اللي ازرق. مع القلم الفضي. نورمال للايه. مع البي. زي ما شحنا من جاي. يقى فعلا الكويل بقى وبالتالي الفاي ماكس. فنحسبها برده طيب. هنا بيقول اوه كده 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 بزيرو وانت مغمض. يعني هو الكويل بقى زيرو ما فيش شبك هنردي فيه. وهيلف مع الساعة. طيب. يبقى حيحصل لها ايه? تعال نشوف. تعال نقسم المئة المئة واربعين دي لتسعين وخمسين. هقولك ليه حالة عشان التسعين ربع لفة واحنا نعرف ندخل مع بعض ربع لفة. الكويل كان عامل كده. هو في السؤال رسم لك الحتة دي بس. رسم لك الصيد ده. فهم? رسم لك الصيد اللي انت شايفه قدماك ده بس. مش رسمه لك كده? لا رسمه لك كده. كنتك بصله من الجنب. يمسك الكتاب ورفوعه كده قدام قدام عينيك. هتشوف الحتة دي بس. الصيد ده بس. كده كده كويل ايه? كده كويل يعني زيرو. لف معي مئة واربعين درجة. طب ما ديجي اللفة تسعين الاول. تسعين? اهي. هي يعني بقيت ايه? وضع الماكس. فلازم الفي تزيد. عشان انا بقيت ايه? لفت كنت كده. وبقيت كده. لفيت. تسعين درجة. طب بعد ما بقيت ماكسمام. ما انا عايزة كمه وقل في مئة واربعين. ليش لفة تسعين? لف مئة واربعين. خلاص انا لفت تسعين منهم. بقيت اعمل كده. كمل معي كده بقيت المئة واربعين. حلفة خمسين درجة انا هعمل كده. انا هعمل زاوية يعني. هعمل انجل. طب ما ده وضع الماكس. هعمل زاوية يبقى الفي هتقل لان هيبقى في ساين او كزين. هتبقى الفاي ايكوال بي ايه ساين كزا او كزين كزا. فهتقلل الساين وكزين بيصغروا على طول. بيصغروا قيمة. فهم? يعني الفاي ايكوال بي في ايه? ايكوال اربعة. لو اضفت لو اضفت في سؤال بي ايه ساين حاجة او كزين حاجة هتبقى ايه من اربعة. طيب. يبقى انا كنت هنا في الاول خالص. حلف مية واربعين. قدي تسعين. وادي جزء اللي بيقى الى خمسين. فانا اكيد بتاعتي هتزيد توصل وتبدأ تقيل لي تاني. بس مش توصل للزيرو. لانه قالك حلف مية واربعين. مالش حلف مية وتمانين. فبعمل كده. واربعين تاني اعمل كده. لا مالش كده. وهنا كنت مش رحولك. طيب. السؤال بيقولي برضو. وهو في الوضع ده عايزها تقل للغاية ما توصل الزيرو. لحد ندوصل للقيمة اللي هي كانت فيها. مبدئيا كونك عايزو يفانش. يبقى انت عايزو. يبقى ان لو انا واقف كده. وعمل زاوية ستين. انا لازم الف كلوك. ليه لازم الف كلوك? لان لو ما لف كلوك اله كويل هيبقى بارلل. فيبقى زيرو. انا وللوفت انتي كلوك هيبقى ماكس ما ينفعش. يبقى الاجابة لازم الف ستين كروك وايز. يبقى الاجابة ان انا لازم الف كروك وايز. يبقى اي حاجة في كونتراكروك غلط. يبقى الاجابة اي اي بي. طب هلف ستين واللف مية وعشرين. وهو قالك هو. لو انت لفيت ستين بس. وهو كان عامل كده. كان عامل ستين. قدوز مجنين فيه لهو? عامل ستين كده بس. بينهم ستين. لو لو في السته يعمل كده خلاص فبزيره حقق الشرط طبعا عايزه يرجع يزيد تاني يبقى كمل دوران يبقى حقيقي هختار هختار به طبعا يبقى 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 هلف مية وعشرين هنا سؤال برضو جميل جدا بيقول لي اللي وضع احنا فيه في نمبر ون لغاية نوصل نمبر تو هو نمبر تو ده وضع الايه وضع الزيرو فبيقول لي انه يجرف صح يعني هو لف قيمة لف انجل معه وكعمل لف لغاية ما بقى زيرو دي ممكن تكون ستين مثلا تلاتين اي رقم فانهي واحد صح انهي جراف صح انا عايز اختار الجراف اللي يبدأ من ولما يلف مقدر يبقى بزيرو فانما بدأينا عايز جراف اصلا بينتهي بالزيرو ترى نشوف جراف بينتهي بالزيرو ايه غلط بي غلط سي غلط دي الناولة راحت فيهم نهايتي كانت صفر او هتلاقي بقى هنا او بص اخره كان زيرو وهنا بادئ من عندي استوان ايه هو فعلا كان بادئ استوان لا في استوان بقى ايه بقى بارلل زي ما هو الف فالاجابة طبعا هتكون بي اوكي في ناس بس مش مش بتفهم الرسمة يا شاب ان ما يرسلك حاجة شرط كده معناه انها مش موجودة يعني مش موجودة اوكي الشرط دي مش انها مش موجودة فقا امتقلك اللي احمر هنا اوكي عشان تعرف ان بدايته من نهايته اوكي في اول واحدة مثلا بادئ من سيتا وان اللي هي اصلا زيرو ما بداية الجراف زيرو لغاية موصل لحاجة معينة الله عالم هي ايه ما قدش اللي بعدها بدأ من سيتا وان وارد بس وصل للماكس هو انا قلت لك توصل للماكس ولا قلت لك خليك بارلل انا عايزك بارلل انا عايزك زيرو قال لك انا عايزك زيرو خلاص من غلط عارف لو كنت لفيت ورسل لك الرسمة كده معدولة كده ساعتها كنت تقول لك اللي جابة بيه اه رقم سي بادئ من ان سيتا وان هي الماكسيموم وطبعا ده غلط لان هو رسمة رقم واحدة اهو قدامك عامل زاوية فهي وسط حالة يكون ماكس. اه وطبعا اخر واحد زي ما قلنا لانه بدأ من انجل معينة الله اعلم هي ايه بس للملف وصل لزيرو وهو ده اللي هو كانت فعلا عايزه. طيب. ده كده اه بورت نمبر تو. حنبدأ بقى البورت نمبر سري. نتكلم على اشكال هنبدأ بالستريت واير.